طيب الاوقاف بقى من ناحية تاني هو على نفس السياق وعلى ذات الصعيد بتعلن ايه الوزارة بتقول يا جماعة فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين في صلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس القادم ان شاء الله حتى نهاية الشهر الفضيل مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية واخد بالك مين اللي قال ما فيه شاء التكاف الأوبئة والجوائح الصحية ليه علشان اسم الله على ما قام حضرتك كده في حاجة اسمها كورونا في الدنيا تخيل بتكمل الوزارة وبتقول آملين ان يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة ودمتم المسألة في منتهى السلاسة فيش أي حاجة تغيرت عن السنة اللي فاتت بالمناسبة خالص أنت اللي عاوز بقى تشيع الفوضى أحيانا عندون قصد لأنك تبنيت خطاب للأسف عبيط وتبنيت خطاب طائفي وتبنيت خطاب متشدد وخطاب كاذب طب اللي يتبنى خطاب كاذب يبقى إيه هو كمان شريك في الكذب اللي يتبنى خطاب متطرف يبقى إيه هو كمان شريك في التطرف اللي يتبنى خطاب طائفي يبقى إيه هو كمان شريك في هذا الخطاب الطائفي المترجم للقناة